السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام وعزيزي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مال أستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو ان شاء الله سنجد معكم الفرض رقم 2 مستوى السادس بتدائي مادة الرياضيات وعندي بزاف ديال التمرين هنا بزاف ديال الأسئلة كي تخصو بالضرورة دك الدروس اللي درتم في الوحدة الثانية لنسبة الكتاب الرياضيات الجديد في الرياضيات وكذلك الكتب الأخرى نبدأ على بركة الله في الإنجاز للتمرين باش ما نتعطلوش في الإنجاز وكل فيديو طويل سوال الأول نعتبر الأعداد التالية 666 1460 3600 66870 555 684 2550 إلا هات الأعداد هدوما كاملين غادي نحددو واش هم أعداد قابلين للقسم على اثنان وعلى ثلاثة إذن هنا بطبيعة الحال سؤال فيه في آن واحد يعني يخصو يكون العدد كيتقبل القسم على جوج وكيقبل القسم على ثلاثة إذن باش يتقبل القسم على جوج طبيعة الحال بين يعني يخصو يكون عدد زوجي والعدد الزوجي يخصو يكون لينتهي إما بصفر إما بإثنان إما بأربعة إما بستة إما بثماني صفحي إذن هذا كينتهي بستة إذا وبالتالي يقبل القسم على إثنان إذن هذا كيقبل القسم على إثنان هذا كينتهي بصفر يقبل القسم على الثلاثة يقبل القسم على الثلاثة هذا لا يقبل القسم على الثلاثة وهذا يقبل القسم على الثلاثة نذهب الآن إلى القابلة القسم على الثلاثة القابلة القسم على الثلاثة يقول تعرف بأنه بجنع أن نقوله على واحد العدد يقبل القسم على الثلاثة سنجمعه الأرقام إذا كان يقبل القسم على الثلاثة فإن العدد الأول يقبل القسم على الثلاثة يقبل القسم على الثلاثة نجمع 6 زائد 6 12 زائد 6 18 وكاد تقسم على 3 ولا لا وقتا penn لي 666 يقبل القسم على 2 و 3 في أن 1 1460 قلنا كيقبل القسم على 2 إذن أرى نجمعه 0 زائد 6 6 6 زائد 14 زائد 1 11 11 ما كتقبل قسم على 3 وبالتالي هذا ما كيقبل قسم على 2 و 3 في أن 1 3600 0 زائد 0 60 6 6 6 زائد 3 9 9 كيقبل القسم على 3 وبالتالي العدد هذا كامل يقبل الغسم على 2 أو 3 66870 7 زائد 8 15 15 زائد 6 21 21 زائد 6 27 27 تقسم على 3 نعم 9 في 3 يسوي 27 إذن 66870 555 أصلا ما تقسم على 2 684 4 زائد 8 12 12 زائد 6 18 إذن يقبل الغسم كذلك 604 2550 إذن الـ 0 زائد 5 5 زائد 15 10 زائد 2 12 12 و قبل القسم على 3 نعم 550 مازيان إذا سنرى حدد الأعداد القابلة للقسم على 3 و على 9 التي تقبل القسم على 3 و كذلك تقبل القسم على 9 إذن التي تقبل القسم على 3 قولنا هي الأعداد هذي هذو ماب كاملين هتقبل القسم على 3 صافي؟ سنرى ونرى و ماذا يقبل القسم على 9 لكي يقبلوا القسم على تسعود سنجمعهم يكونوا يقبلوا القسم على تسعود نجمع 6 زائد 6 زائد 6 هي 18 18 كيف تقسم على جوج؟ أو لا كيف تقسم على تسعود؟ نعم لأنه 18 لقسم على تسعود ستعطينا جوج إذن 666 نرى هذه 3 زائد 6 تسعود تسعود تقسم على تسعود؟ نعم 3600 هنا 8 زائد 7 15 15 زائد 21 21 27 كذلك هنا 6 زائد 8 14 14 زائد 4 18 كذلك وهنا تهي كذلك إذن من طبيعة الحال إذا كان العدد يقبل القسم على ثلاثة فإنه يقبل القسم على تسع سفي هذه باقي نفسكم تعرفوها ندوز الآن هذا السؤال 2 إذا علمت أن الجداء ديال 3085 من ضربة سعود سبعين تعطينا هذا العدد هذا 243.715 أحسب الجداءات التالية دون إنجاز العملية لما تنجز العملية حسب الجداءات التالية هذه الجداءات من طبيعة الحال إذا كان هذا الجداء يعطينا هذا المجموع لاحظوا هنا 3085 هنا عندي 308.5 308.5 سوف تنتابع بالتالي إذا هذا يكون نفس العدد هكا 7 5 ولكن الفاصلة ستكون هنا 24.3715 لأنه هنا لاحظوا هنا كانت عندنا تسعود سبعين انتقلنا بواحد اثنان ثلاثة هاي واحد اثنان ثلاثة في نور الرتبة المراهة الرتبة هي هذه ديالخمسة لأنه هنا كانت عندي ما كانش عندي بالفاصلة هنا انتقلت برتبة واحدة وبالتالي هنا انتقلنا بثلاثة زائد انتقال هنا بواحد يعني انتقلنا بربعة هنا كذلك نفس الجواب ولكن سنرى هنا نضع الفاصلة لاحظوا ولتلي سبعة فاصلة سعود يعني انتقلنا برتبة واحدة هنا وهنا برتبة واحدة وبالتالي هنا تكون عندي الفاصلة هنا صفية يعني تكون للي الفاني واربع مئة وسبعة وثلاثة فاصلة خمسة عشر دوزو العدد هذا نفس الجواب على ثاني كمسا سبعة خمسة عشر ونشوف الفاصلة هنا انتقلنا بجوز الرتبة واحد اثنان وهنا واحد يعني واحد اثنان ثلاثة فاصلة هنا مئتاني وثلاثة واربعون فاصلة سبعة وخمسة عشر هذا هو الجواب اندوزو الكستان 3 نيوى ان فرانسي ثم ستنقل المطارة سوف نكتب الكتاب الزوى slightest إذن32 و soprattutto ممكن أن تصنعوا ليها عن طريق ماذا عن طريق 16 في 2 اعني لا نقوم بذلك واحد يقبل القسم على quarantان لأن 16 في 2 메كر والثار كذلك 4 ثم 32 تقبل القسمة على 8 في 4 تساوي 32 إذن 8 إذن 8 في 4 يساوي 32 ما كاناش 6 في شي عدد وضعنا 32 6 في 6 ستة وثلاثون عدنا 6 في 5 ساوي 30 وبالتالي 6 ما شي هو قاسم للعدد 32 إذن عندي كذلك 32 ممكن أن نزيده أنا 32 لقسمنا على 32 وضعنا 1 إذن هدو هما القواصم ما كنتظنش أنا نسيش شي قاسم للعدد 32 ندوزه 12 و 12 عنده 1 عنده 12 عنده 6 عنده 2 عنده 3 لأنه 3 في 4 يساوي 12 عنده 4 إذن عندنا 12 ممكننا نكتبها على شكل 3 في 4 ها هي 3 و 4 ممكننا نكتبها على ستفجوج 6 و 2 12 في 1 ها هم صافي ندوز الآن للسؤال الرابع واللي هو متعلق بالمساحات والمحيطات صافي مزيان يمثل الشكل جانبه تصميم لمشتل إذن هذا الشكل هذا كيمثل واحد المشتل حيث المساحة بالخطوط العمودية لشتائل الزيتون الخطوط العمودية هذو ما اللي كي بنولكم على شكل خطوط خضراء كتمثل شتائل زيز الزيتون الخطوط الأفقية كتمثل شتائل البرتقال هذو ما هما البرتقاليين والمساحة السوداء تمثل شتائل الرمان هذا المساحة السوداء كما تلاحظوا عبارة عن معين كتمثل شتائل الرمان مزيد السؤال الألف احسب مساحة شتائل الرمان سوف نحسد مساحة الشتائل الرمان هو المساحة الشكل الأسود وعبارة عن معين إذا المساحة المعين نحسد مساحة معين أساس المعين بساوي القطر الكبير القطر الكبير في القطر الصغير على إثنان إذا القطر الكبير هو الذي يمثل من هنا أو هنا من هذه النقطة هذه إلى هذه النقطة هذه إذا هذا هو القطر الكبير قلنا هو من هنا يعني هي 24 24 متر مضربة في القطر الصغير التي هي من هنا تساوي هنا 10.66 10.66 متر ونقسمها تشغيلها 2 24 مضربة 10.66 مقصومة على 2 والجواب سيساوي S تساوي دي المعين تساوي 127 فاصلة ماذا فاصلة 92 متر مربع هذه المساحة إذا المساحة شتائل الرمان هي نقطتان أنظر S تساوي 127 فاصلة 92 متر مربع ندوز الآن الباء أحسب مساحة شتائل البرتقال لاحظوا شتائل البرتقال هي هذه شتائل البرتقال هي هذه والتي تلاحظوا هي عبارة عن شبه منحارف هذا الشكل عبارة عن شبه منحارف إذن هو عبارة عن شبه منحارف ولكن نحن نحدد القياس القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى إذن نعرف أن شبه منحارف يتميز بالقاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى هل قاعدة الكبرى هل قاعدة الصغرى إذن القاعدة الكبرى معروفة هي 24 متر والقاعدة الصغرى إذا كنا عارفين هذه فإنه سهل علينا أننا نعرفه هذه لماذا؟ لأن النص ديالها دبعا النص من هنا إذا كملنا هذا الشكل هذا سنحصله بحلة مستطيل بحلة مستطيل نريد أن نعرف هذه المسافة ما بين النص ديال هنا إلى هنا سنعرفها هذه من هنا إلى هنا سنعرفها شيئا لكي نعرفها سنقسم 10.66 10.66 سنقسمها على جوج إذا قسمتها على جوج ستعطيني مطابعة هذا الحال 5.33 يعني من هنا إلى هنا كي نصدر 5.33 هذه القطعة تقوم بتقديد 5.533 هذا 5.33 مطر هي اللي نقصها من 24 هي اللي نقصها من 24 لأنه من هنا إلى هنا نرى نفس المسافة من هنا إلى هنا والتالي هي اللي نقصها من 24 يعني سنقصها من 24 سنقص 24 متر ناقص ناقص 5.33 والثلاثون ونحصلوا إلى 18.67 إذن 18.67 متر هي المسافة من هنا إلى هنا يعني هي القاعدة الصغرى صغير إذن نحسبوا شتائل برتوقال المساحة دياله S تساوي S تساوي القاعدة الكبرى ما هي B زائد B صغيرة مضروبة في الارتفاع على 2 إذن القاعدة الكبرى شونا هي القاعدة الكبرى هاي B كبيرة شونا هي القاعدة الكبرى هي 24 زائد قاعدة الصغرى هي 18.67 مضروبة في ماذا مضروبة في الارتفاع الارتفاع هو من هنا إلى هنا هذا هو الارتفاع من هنا إلى هنا هذا من هنا إلى هنا يمثل نصف ديال 24 يعني يمثل 12 في 12 على 2 ونحسبوها تشي هاي نعود نكتبها هنا أجمعها 24 سائد 18.67 كتساوي 42.67 هاي 42.67 هاي نربوها في 12 نقسموه إلى جوج هذا S تساوي إذن الفوق oy 511.68 عنقسموه إلى جوج وانتغطيني 255 إذا S تساوي 255 فاصلا إذن مساحة شتائل البرتقال ستساوي 255.84 متر مربع ندرس الآن لنستنتج مساحة الزيتون مساحة الزيتون هي هذه هي هذه مساحة الزيتون هي الخطوط التي هي عمودية كيف سنتنتج مساحة الزيتون أنا فقط حسبت المساحة هذه وديها مساحة الزيتون أول خطوط نحصل تقbus الذي يتم درب cine على حتي الأسسس Co fir وشكل أول وشكل الثاني هو هذا الشكل الأول لاحظوا هوái من هنا buffet بمكان المبتل енной المبتل في حال مساحة هذا نحسبه مساحة الشكل واحد الشكل واحد مساحة هو عبارة عن شبه منحارب بحال هذه يعني S دياله كتساوي حال لحسبناه 255.84 متر مربع رندزون مساحة شكل اثنان اثنان مساحة شكل اثنان عبارة عن ماذا يعني عبارة عن مربع مزيد إذن S دياله المربع كتساوي A في A A في A يعني الضلع في الضلع يعني 24 في 24 24 في 24 تساوي 504 أو 76 إذن S تساوي 576 متر مربع مزيد إذن المساحة ديال شتائل الزيتون يكفي أن أجمع إذن وبالتالي مساحة شتائل الزيتون هي S تساوي كم تساوي؟ المساحة هادي ديالشكل الأول زائد المساحة ديالشكل اثنان S1 زائد S2 S1 كتساوي 255.84 زائد 576 سنجمعه ونحصله على المساحة ديالشتائل الزيتون إذن جواب هو S تساوي 831.84 مدر مربع ودي المساحة ديالشتائل الزيتون صفحي؟ ندزل دال دال وحسب محيط المشتل نحسب المحيط ديال المشتل ما يحيط بالمشتل إذن طبيعة الحال ما يحيط بالمشتل سنجمعوا هذه القياسات هنا القياس من هنا لهنا كذلك 13.13 قياس من هنا لهنا هو 24 ومن هنا لهنا هو 24 متر دائما إذن سنجمعهم إذن P يساوي نجمع 24 متر زائد 24 متر زائد 13 وصيلا 13 متر زائد 13 وصيلا 13 متر زائد 24 متر زائد 24 متر زائد 24 متر صفحي؟ هذا شيء كامل وبيتالي الجواب هو 100 P يساوي 164 أو 46 فاصلة 26 هذه متر لأنه المحيط صفحي؟ ردز السؤال الخمسة والأخير في هذه الصفحة هذه وحدد الخطأ إذن سنحدد الخطأ الخطأ اللي كان عندي هنا إذن هنا عندي هذا العدد هذا 8800 و 845 فاصلة 332 ناقص 1945 145 0 29 بالنسبة للوضع صحيح سنحاول نجزو هذه العملية بالتدقيق هنا 88845 332 فاصلة تحت الفاصلة 0 229 إذن دائما نخص الانتباه للوضع 5 4 9 1 ناقص هنا عفوا هنا قلت 2 9 2 9 لا يمكن إذن هذه 2 9 9 أضيف 10 و أنزل 1 إذن أتولي 12 9 10 10 9 3 3 3 3 0 3 0 3 أنزل الفاصلة 5 5 0 4 4 0 8 9 9 10 8 8 9 9 8 2 6 6 إذن الخطأ هنا أرتكب هنا 3 1 لأنه نسى الاحتفاظ لأنه يحتفظ 10 و هبط 1 لكن 1 1 2 إذن التعليل الخطأ هو أنه خطأ في الاحتفاظ خطأ في الاحتفاظ هذا هو الجواب الصحيح هنا أريد أزول صفحة الموالية تابعوا معها دائما حل الموالية نشوف هنا أتخلص من الفاصلة ثم أضع وأنجز القسمة التالية إذن سوف نتخلص من الفاصلة إذن قبل منجز العملية من طبيعة الحال لأن عندي عملية القسمة مقصوم ومقصوم علي في جوجه بالفاصلة سأتخلص من الفاصلة إذن لذا أتخلص من الفاصلة هنا سأضرب لاحظ إذن يعني تولي لي 27850 مقصومة على ماذا؟ مقصومة على 25 سوف نقسمها هنا 27850 ونقسمها على 25 ننتبه معي إذن هنا عندي رقمين في المقصوم عليه أخذوا رقمين من المقصوم 27 شحل فيها من 25 فيها واحد واحد في 25 في 25 ونجلز عملية الفرق 7 نقص 5 2 2 نقص 2 يسوي 7 28 شحل فيها من 25 فيها واحد واحد في 25 أو ثانية 25 8 نقص 5 ثلاثة 2 نقص 2 صفر أنزل خمس خمسة 35 شحل فيها من 25 فيها واحد واحد في 25 25 خمسة نقص 5 صفر وهو ثلاثة نقص 2 واحد عشرة أنزل ماذا؟ أنزل صفر أقول لي مئة مئة شحل فيها من 25 فيها أربعة أربعة في 25 تسوي مئة لأنه 25 زائد 25 50 زائد 25 75 زائد 25 مئة إذن مئة نقص 100 يسوي صفر إذن المقصوم هو 27850 المقصوم عليه 25 خارج 1114 والبقي يسوي صفر إذن الخارج للقسم هذه يسوي 1114 صفر؟ ندخل السؤال سبعة ضع وأنجيس ونجدو هذه العملية سهدو هنا عندي عملية طرح والجمع لديكشيب الأقواس وهنا عندي الضرب نبدو بهذه العملية هذه بطبيعة الحال نبدو بديكشيب اللي بكين بانا قوسين إذن 21965.12 نقص إذن فاصلة تحت الفاصلة هنا 36 أربعة 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 وهنا واحد ونجدو العملية إذن إثنان نقص ستة لا يمكن أضيف عشر وأنزل واحد إثنان عشر نقص ستة يسوي ستة واحد نقص أربعة لا يمكن أضيف عشر وأنزل واحد إذن ثم أربعة 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 ثقافي كتو ثابت حسنا ثقافي 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 الآن الآن ثقافي ثقافي سنضربها في جوج فاصلة 4 2.4 إذن بالنسبة للوضع لا يهمش في الضرب إذن بالنسبة للوضع إذا كان عندي الجمع والطرح من طبيعة الحال 2 سنكتبها تحت 2.4 ولكن في الضرب لا يهمش الوضع مازي إذن 4 في 2 ساوي 8 4 في 9 يساوي 36 كتب 6 تحتفظ بـ 3 4 في 8 يساوي 32 زائد 4 ستة وثلاث اكتب 6 تحتفظ بـ 3 4 في 4 يساوي 16 زائد 3 يساوي 19 اكتب كاملة أضعوا نقطة 2 في 2 أربعة 2 في 9 تحتفظ بـ 1 2 في 8 ستة عشر زائد 1 سبعة عشر احتفظ بـ 1 2 في 4 يساوي 8 زائد 1 تسعة وأدروا عملية الجمع 8 6 زائد 4 اكتب 0 احتفظ بـ 1 1 زائد 6 سبعة زائد 8 خمسة عشر اكتب 5 احتفظ بـ 1 1 زائد 19 زائد 7 17 اكتب 7 احتفظ بـ 1 وهنا 1 زائد 1 2 زائد 9 يساوي 11 وهنا يا عشحل عندي من رقم بعد الفاصلة هنا ده بقى ما نسهينش لأنه الفاصلة سننحطها في المكان المناسب إذن عندي رقم واحد بعد الفاصلة إذن ناخد رقم واحد بعد الفاصلة إذن الجواب هو 11750.8 صافيه؟ دوزو السؤال الأخير واللي هو عبارة عن مسألة اشترى أحمد قطعة أرضية مساحتها 79.60 متر مربع حيث أن ثمان المتر مربع الواحد هو خمسة آلاف ومئة درهم إذن هاد أحمد شرى واحد القطعة أرضية واحد بقعة أرضية بغي يبني فيها ولا بغي يدر فيها شهاجة مساحة هاد سعده 70.60 متر مربع بثمان ديال 5100 درهم لكل متر مربع السؤال هو ما هو الثمن الذي اشترى به أحمد القطعة القطعة الأرضية بالدرهم إذن ثمان ليشربها ذاك القطعة مازيا إذن طبيعة الحال غد نديرو عملية الضرب صافيه؟ إذن نديرو 79.60 غد نضربها في 5100 نحاولو نديروها عموديا هنا في هذا الفراغ اللي عندي هنا نديرو 5100 نديرو 5100 نديرو 970 79.60 الآن نديرو هذا العمل سفر في هذا الأصفر كاملين هذا ما كامل أصفر بلا من نحيد الأصفر سفر ستة في سفر سفر ستة في واحد ستة ستة في خمسة ثلاثون أضع نقطة تسعة في سفر تسعة في سفر تسعة في واحد تسعة تسعة في خمسة يساوي خمسة وأربعة أضع نقطة سبعة في سفر سفر سبعة في سفر سفر سبعة في واحد سبعة في خمسة يساوي خمسة وأثلاثون وغن ونجمع سفر 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 ستة تسعة ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية زائد سبعة خمسة عشر كتبوا خمسة احتفظوا بواحد واحد زائد أربعة خمسة خمسة زائد خمسة عشر كتبوا سوف احتفظوا بواحد واحد زائد أربعة أربعة أنا يبقوا إش انتهيت منتهيتش إذن طبيعة الحقصة نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة عندي رقمين هذا هو الجواب في التالي الجواب هو 4!'5!960 له 4!5!960 درهم درهم اذن هذا هو المبلغ لشترك به هذا أحمد هذا البقعة الأرضية في التالي هذا هو تامل لشتركه أحمد البقعة الأرضية للمساحة هذه له�د جد لها سعودو بنسبعين فاصل ستنام مربع أتمنى أنكم تكونوا استفدتم معي في قناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري فهذا الفيديو ريدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باشيقوا وصلوكم جميع الفيديوهات اللي قدم كان معكم أستاذ محمد البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته